السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم اليوم إن شاء الله رحين ناخد الوحدة الثالثة للصف السادسة الابتدائي صفحة رقم 18 وصفحة رقم 19 خلونا نشوف إيش معنا وحدة اليوم مدرسته 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 بيتي سيارتي دليل على الملكية الخاصة لي is cool يعني رائعة خلونا نشوف finding out time number one listen and practice يعني استمع وطبق استمع وطبق listen استمع and practice وطبق خلونا نشوف أول شيء أو أول محادثة عندنا هنا يقول لك number one what's اختصار لي what is what is what is what is ok يعني the short form what's the full form what is ok the name الاسم of your school مدرستك ما اسم مدرستك what's the name of your school إنما أقول what's the name ما هو اسم your school what's the name of your brother أخوك what's the name of your sister أختك وهكذا خلاص يعني what's the name ما هو اسم of your school طيب عندنا هنا الأول عندنا هنا literal rock elementary school أو bed rock elementary school طبعا كل واحد يذكر اسم مدرسته بعد ذلك عندنا المحادثة الثانية هنا يقول له how many students are there in your school how many how many تذكر للشيء المعدود how many books do you have لازم أقول students yes طلاب لعني قاعدة أقول طلاب ما أقول طالب طلاب how many students are there in your school كم من الطلاب هناك في مدرستك خلاص ونت تقول about 1000 حوالي 1500 500 500 100 100 I don't know I don't know أنا لا أعرف I don't know I don't know اختصار I do not خلاص I والوحدها كلمة ودولة وحدها ونط لوحدها I do not بدلا أقول I do not أقول I don't على الطول مختصرة تقول I don't no هنا الكي ما تضغط تصير no أنا لا أعرف إذا نعيد السؤال how many students are there in your school about 1,000 500 100 I don't know أكي number 3 عندنا المحادثة الثالثة كمان do you have lunch do you have school lunch at your school هل عندكم غداء في مدرستكم هل تملكون غداء المدرسة في المدرسة يعني هل المدرسة تقدم لكم الغداء بمعنى أصح في المدرسة do you have school lunch هل المدرسة تقدم لكم الغداء at your school في المدرسة yes إذا كان نعم نقول yes we do we لهم students everyday كل يوم إذا كان لا نقول no we don't we bring our lunch don't we do we do every day no we don't we bring our own don't we do he or she it your school have have school bus school بس مدرسة اللي هي حافلة المدرسة إذا كانت نعم نقول yes it does yes it does قلنا it نستخدمها it نستخدمها للجمادات للحيوانات خلاص yes it does does هنا ناخدنا من هنا أو it has لديها أو تملك a big yellow bus big يعني كبيرة yellow صفراء بس يعني نعم إنها تملك باس أصفر كبير أو إذا كانت لا no it doesn't it doesn't طبعا إش هي عبارة doesn't عبارة عن does or not هي اختصار ل does not does not اختصار doesn't أوكي إذا نقرأها كاملة does your bus عفوا does your school have a school bus yes it does it has a big yellow bus no it doesn't بعد ذلك عندنا هنا number five أو المحادثة الخامسة يقول لك هنا do you have a school uniform do you have هل تملك إذن do you have نستخدمها في حياتنا نعم do you have a car هل تملك سيارة do you have a big home هل تملك بيت كمير وهكذا خلاص do you have a mobile أو cell phone عندك جوان يعني زي كده إذن do you have دائما نستخدمها عشان أسأل أحد هل هو يملك شيء أم ما وأذكر الشيء do you have a pen هل تملك هل عندك قلم يعني زي كده هنا قاعد يسألوا هل عندكم في المدرسة زي خاص uniform اللي هو الزي الخاص سواء كان المدرسة أو المطاعم عندهم uniform بعضهم اللي يقدمون الطعام يكون عندهم لبس خاص إذن ال uniform هو اللبس اللي نستخدموا في المكان محدد يكون في مجموعة لابسين نفس اللبس هل عندكم في المدرسة uniform يعني لبس خاص إذا كان نعم نقول yes we do yes we do إذا كان لا no we don't no we don't اللي هي don't أمرة ثانية أعيد لكم هي اختصار لي do not okay yes we do or no we don't نقرأها do you have a school uniform yes we do no we don't رقم ستة عندنا هنا يقول له يسأل سؤال what time does your school start أي وقت what time what time أي وقت does your school start أي وقت مدرستك تبدأ start تبدأ your school مدرستك my school مدرستي your school مدرستك okay قالوا it starts هي تبدأ at seven seven at seven thirty سبعة ونص eight ثمانية eight thirty ثمانية ونص يعني تختاروا واحد من هذه المجموعة اللي موجودة okay نقرأها آخر آخر قطعة وآخر محادثة عندنا في هذه الصفحة what time does your school start it starts it starts at seven seven thirty eight eight thirty okay ممكن نقول seven and half يعني سبعة ونص أو نقول الدقائق خلاص طيب بعد ذلك يقول لك practice and bear and change the information يقول لك حاول انك انك تسوي هذا المحادثة بين اثنين وتغير المعلومات طبعا حسب مدرستك يعني مثلا اسم المدرسة تذكر اسم مدرستك أنت وتذكر كمان الأشياء اللي موجودة في حياتك أنت okay كذا نكون خلصنا page number 18 ننتقل للصفحة التالية اللي هي page number 19 عندنا هنا challenge time challenge time okay حاول صغرة عشان تكون واضحة إن لك هنا challenge تحدي time وقتل تحدي my school مدرستي إذن هنا راح أحط معلومات عن مدرستك مدرستك أنت مدرستي أنا okay خلنشوف can you fill هل تستطيع ملء fill يعني ملء in the blanks في الفراغات and then talk about your school وتحدث عن مدرستك أنت خلص يعني المعلومات اللي راح نكتبها هنا في الفراغات راح تكون عن مدرستكم أنتم كل واحد ومدرستها okay hi أهلا let me introduce my school let me أو دعني أو introduce يعني وقدم لكم مدرستي خلوني أقدم لكم مدرستي let me introduce my school okay the name of my school the name الاسم the اللي هي name الاسم of my school لمدرستي is وتكتبون هنا اسم مدرستكم تمام اسم المدرسة الخاصة فيكم خلاص بعدين there are there are there are about هناك حوالي students in my school students يعني طلاب يعني تذكر العدد مثلا تقول there are thousand students مثلا there are about thousand students in my school طيب بعد ذلك يقول we فراغ نحن فراغ school lunch at our school we have نقول have we have نحن نملك أو نأخذ الغداء في مدرستنا okay our school مدرستنا فراغ school بس مدرستنا تملك has أو have our school has school بس عندها بس we فراغ school uniform نحن نملك uniform اللي هو uniform قلنا أنه هو Z الموحد okay our school starts at فراغ مدرستنا تبدأ في مثلا 6.30 مثلا أو 6.5 أي وقت أنت تشوفوا مناسب أو تبدأ فيه مدرستك okay إذن اليوم تعلمنا الوحدة اللي فيها my school is school يعني مدرستي رائعة أو جميلة خلاص وعرفنا كيف نقول اسم المدرسة أو كيف نسأل عن اسم المدرسة ونجاوب عرفنا كيف نسأل عن أن الطلاب ونجاوب عرفنا نسأل كيف أنه المدرسة هل فيها غداء خاص بالمدرسة أو غداءك تجلب بنفسك تحدثنا أيضا عن حافلة المدرسة وتحدثنا كمان عن اليونيفوم أو الزيل محد وكمان الوقت بدء المدرسة وتعلمنا كيف نكتب عن مدرستنا بطريقتنا نحن أو مدرستنا الخاصة لنا okay طيب بعد ذلك راح نشوف المهارات اللي اكتسبناها من هذا الدرس أستمنى يا رب أن يكون واضح إذا حسيتوا أنه في ما فهمتوا تقدروا أن تعيدوا للفيديو مرة وثنين وثلاثة إلا ما تفهموا إن شاء الله راح تفهموا من أول مرة طيب إذا عندكم أي سؤال أي استسار تستطيعون كتابة تحت في التاليقات وإن شاء الله راح أجاوبكم في أقرأ فرصة ممكنة خلونا نشوف إيش المهارات اللي اكتسبناها من هذا الدرس I can أنا أستطيع Ask أسأل صديق ثلاث أسئلة أكثر من ثلاث أسئلة بس على الأقل أقدر أسأل ثلاث أسئلة About his or her school His يعني His school لما نقول مدرسته Her school مدرستها هذي ضمير Her whom بيتها His whom Her car سيارتها His car سيارته هذي ضمائر تمام بعد ذلك Write About My school And Talk About it أقدر أني أنا أكتب عن مدرستي وأتكلم عنها خلاص يعني تقدرون بنفسكم تكتبون قطعة تتكلمون فيها عن المدرسة كما تتبدأ أنه عندكم يونيفوم ولا لا عندكم باس ولا لا عندكم لانش ولا لا وهو الغداء كما عدد الطلاب وكما اسم المدرسة وهكذا خلاص أتمنى يا رب أنه يكون واضح ومفهوم هذا أول درس طبعا في الوحدة الثالثة إن شاء الله رحين ناخذ في فيديو قادم الدرس التالي اللي هو grammar in action تشاركوا في القناة عشان تكبر القناة فيكم وبكم وكمان مثل ما تلاحظون أنا كتبت الاسم من القناة بالعربي لأن الكثير أشتكي أنه اسمها بالإنجليزي ويتمنون أني أنا أغير الاسم بالعربي بس أنا ما قدر أستغني عن اسمها اللي بالإنجليزي لأنه خلاص بداية القناة كاته على اسم باي هانا أولي بس عشان تسهل عليكم غيرتها باسم مدرسة هانا إن شاء الله يا رب تكون واضحة يا رب وكمان حطولي شاركوا في القناة فعلوا زر التنبيهات وحطولي لايك تقديرا للتعب يومنشودي لأنه إذا حطيتوا لايك رح يوصل الفيديو الأكبر قدر ممكن من الطلاب كمان من الأولياء الأمور وهكذا ويقدرون يستفيدون إن شاء الله وأتمنى يا رب أنه كل شيء تمام وننتقل إن شاء الله في فيديو قادم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر